الكرام أينما كنتم أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا في ظلال هذه الآية الكريمة نستكشف اليوم موضوع محارم اللسان وأهمية حفظ الجوارح من اللغو والزور وكيف نستفيد من الصوم لترسيخ هذه الأخلاق والمفاهيم في أنفسنا هذا موضوع حلقتنا اليوم مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا أهلا ومرحبا بفضيلتكم معنا في هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا الحبيب لو نبدأ معكم بالمقصود بمصطلح محارم اللسان ما المقصود به وكيف نفسره لأساد المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الإنسان عبارة عن مجموعة من الأجهزة ركبها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة في أحسن تقويم وهذه الأجهزة مع كل جهاز منها أرسل كتابا يبين طريقة استعماله وما يحل من الاستعمال وما لا يحل ومن هذه الأجهزة جهاز اللسان جهاز النطق وكذلك جهاز البصر وكذلك جهاز السمع وغيرها من الأجهزة فأنت إذا نزلت إلى السوق لتشتري جهازا فإنك إذا فتحت ظرفه ستجد فيه كتابا يبين لك طرق الاستعمال والمحاذير ومستوى الكهرباء الذي ينبغي أن يوضع عليه ولا يمكن أن يستقم أي جهاز دون ذلك فكذلك هذا الإنسان في أجهزته رتب الله عليها أحكاما هي التي تصلح لها فهذا اللسان خطره عظيم لأنه هو سلطان الجوارح وأثره بالغ عليها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه أولا أذلك على ملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال أمسك عليك هذا وأخذ بلسانه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ذكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقد دخل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق فوجده يجذب لسانه فقال ما هذا يا خليفة رسول الله قال إن هذا أوردني الموارد ولذلك فإن اللسان يمثل للإنسان خارج جسمه يوم القيامة فينتزع من مكانه ويجعل خارج الإنسان ليشهد عليه بما نطق كما قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وذلك أن الأفواه يختم عليها نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فإذا ختم على الأفواه فإن اللسان في شهادته لن يكون إلا هو خارج الفم فيخرج منه ليشهد على الإنسان بما قال ولهذا فإن الأحكام التكليفية تتعلق بالجوارح كلها بكل هذه الأجهزة فاللسان لديه بعض الكلام الذي هو واجب وبعض الكلام الذي هو مندوب وبعض الكلام الذي هو جائز وبعض الكلام الذي هو مكروه وبعض الكلام الذي هو حرام ومحارب اللسان المقصود بها الكلام المحرم الذي حرمه الشارع على اللسان وهذه المحارب التي حرمها الله على اللسان أنواع متنوعة فأعظمها الكفر بالله والشرك به وذلك يشمل كل ما هو داخل في الكفر من سب الله وسب رسوله الكرام وسب دينه وسب كتابه وتكذيب شيء من ذلك فكل ذلك داخل في الكفر عايدا بالله طيب هنا إذن لو سمحت لي هنا وتسألت عن الكلام الذي تتفضل به وهو يدل على غاية في الخطورة وغاية من الحذر يجب أن تكون عند الإنسان المسلم المؤمن هنا في هذا السياق يقال أن اللسان نعمة ولكن يبدو أنه بعد حديثكم هذا لأنه قد يكون نقمة ونقمة كبيرة على الإنسان نعم هو نعمة لمن استعمله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما ينجيه سواء كان ذلك من الواجبات كالتوحيد الله وذكره وقراءة القرآن والصلاة أو كان من السنن والمنذوبات كغير ذلك من الأذكار وقول الخير ونحو ذلك أو كان من المباحات كالكلام الذي هو من الجنس اللغوي الذي ليس للإنسان ولا عليه أما ما كان منه من المكروهات والمحرمات فهو نقمة على الإنسان لأنه خصب له وعدو له يشهد عليه يوم القيامة ولذلك يقول الشاعر احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ذعبانك في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان وكثير من الناس يتكلمون بالكلمة لا يلقون لها بالا لا يلقون لها أي اهتمام ويظنونها لا تساوي شيئا فتكون ذات ثقل عظيم عند الله كما صحى النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل ليتكلموا بالكلمة الواحدة في رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات العلا من الجنة وإن الرجل ليتكلموا بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها سبعين خريفا في قعل جهنم وكثير من الناس لا يلقون بالا لما يقولون فلا يهتمون بأقوالهم وأهل العلم يقولون من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه وهذا الكلام أثره على القلب عظيم كما أخرج مالك في الموطع وأحمد في الزهد عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء وأحمدوا الله على العافية وهذا اللسان كلف به ملكان ملك ذات اليمين وملك ذات الشمال يكتبان ما ينطق به كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومع الإنسان حفظة يحفظون عليه أعماله كلها أعمال جوارح ما من جارحة لله وعليها ملك فكل إنسان منا معه واحد وعشرون ملكا يحصون عليه أعماله قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولكن اللسان بالخصوص خص باثنين شاهدين أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات وصاحب الحسنات هو الذي يتولى السلطة منهما فهو المسيطر على الآخر فإذا نطق اللسان بخير بادر صاحب اليمين إلى كتابته وإذا نطق بشر أمر صاحب الشمال أن يتأخر في كتابته لعله يتوب فيكفره وهذا النطق الذي ينطق به الإنسان أي كان هو عبارة عن ما في قلبه فهو بين حالين إما أن يكون صادقا فيما يقول فيكون ذلك معبرا عن قناعته وهذه القناعة إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا وإما أن يكون كاذبا فيما يقول فهذا اللسان منفصم عن القلب ولذلك لا خير فيما يقول مطلقا كحال المنافقين الذين قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب ولهذا كان خطره عظيما على الجوارح كلها فما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان فتقول اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا وذلك أن نطق اللسان تتبع له الجوارح فإنه يحسن ويقبح فالنطق بحسبه التعبير فما يهواه القلب وتحن إليه الجوارح يعبر عنه اللسان فتارة يكون تعبيره مشوقا محببا وتارة يكون مبغضا مكرها كما قال الشاعر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تعب قلت ذاقي الزنابير مدحا وذما وذات الشيء واحدة سحر البيان يرضى الماء كالنور ولذلك فإن النطق في أصله سحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر وقد قال أحد الشعراء وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث وأنها لم توجز نعم وهذا السحر في التعبير هو الذي تحصل به القناعة فيقتنع الآخرون به فرب إنسان لم يتصرف التصرف بيده وإنما قال كلاما استخف به الآخرين فأطاعوه فحينئذ تكتب عليه تصرفاتهم فهي ناشية عن حركة لسانه فتتحرك الصيوف والأسلحة بسبب حركة لسان واحد وتنقعد له هنا فضل الشيخ معذرة ولكن السؤال يبرز حتى كذلك الأمر نتساءل عما يرد على بال المشاهدين هل يدخل في هذا المقصود الذي نتحدث عنه وهذه التقدمة حوله ما يتعلق في اللسان هل يدخل في هذه المحارم والمحرمات الحديث عن ما جرى بين الصحابة وبعض ما ذكر القرآن عن بعض الأنبياء مثل معصية آدم عليه السلام بأكل الشجرة بالنسبة لما جاء في القرآن من ذلك يقرأ كما هو وقراءته هي تفسيره ولا يتجاوز فيه النص فلا يتحدث فيه الإنسان إلا بما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا يتعدى ذلك والله سبحانه وتعالى بيّن التماس العذر لآدم وبيّن أنه قد غفر له وتجاوز عنه قال وعصى آدم ربه فغوى فتاب عليه ربه وقال وعصى آدم ربه فغوى ثم نعم يقول فتاب عليه وهدى فتاب عليه هذه التوبة وهدى معناه زيادة على هذه التوبة رفع الله قدره واشتباه ولذلك فإنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر إلانا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتقبل الله هذه التوبة من آدم وحوى واستجاب دعاءهما وغفر لهما فلا معنى للكلام في أمر قد محي ولم يبقى له وجود عند الله سبحانه وتعالى ولذلك يشغل الإنسان بما يعنيه فما شجر بين الصحابة الكرام فهم جميعا كما نعلم وغير معصومين ولكنهم أولى الناس بالتماس أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن البنون وهم جميعا سادتنا نواليهم جميعا ولا نعادي أحدا منهم ونترضى عنهم جميعا وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلك دماء انطحر الله منها صيوفنا فلا نلوث بذكرها ألسنتنا صحيح وهذا شأن أهل السنة فيما مضى وأما أهل الأهواء فإنهم يذكرون كثيرا من الوقائع التي ليس لها إسناد يوثق به فكثير مما يروى في كتب التاريخ مما شجر بين الصحابة إنما مداره على أبي مخنف وهو كذاب والضاع أو على نوح بن أبي مريم وهو أيضا كذاب والضاع فلذلك لا يلتفت إلى ما في كتب التواريخ من ذلك وإنما يقتصر على ما ثبت في كتب السنة وهذا الذي يرويه أهل السنة وفيه التماس الأعذار للصحابة جميعا وبيان ما هم عليه من الفضل لو أردنا هنا أن نتساءل ونربط يعني هذه الجوارع وهذه العمال وهذه كذلك الأمر الحسابات إذا كان يوم صومي أحدكم فلا يرفث أو يرفث يومئذ ولا يسخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول أني صائم هنا فضلت الشيخ كيف تنظرون إلى هذه النصوص وكذلك الأمر أثر تربيتها في الأمة مع واقع الصوم اليوم نعم بالنسبة للصيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والجنة معناه ما يتقى به فجنة المقاتل ما يجعله بينه وبين الصهام إذا انتجهت إليه فيجتن به أي يتحصن به ولذلك فإن الصوم جنة بين الصهام وعاصي فلا بد أن يحذر الإنسان من هذه المعاصي كلها لا بد أن يحذر الإنسان من هذه المعاصي كلها وأن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يعلم أن الصوم وقاية منها في أصله ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت في الحديث إذا كان يوم صومي أحدكم فلا يربوث ولا يبسق فإن أحد سابه وأشاتمه فليقول إني صائم إني صائم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وهذا تعويذ كما ذكرت على الطاعات في غير رمضان فإن الإنسان إذا استطاع أن يكف جوارحه عن المعصية فذلك كل ما سوى ذلك نبه الإخوة إلى أن الصوت يطلع معنا فلذلك إن بغي أن يحفظ الإنسان هذه الجوارح وأن يجعل ذلك ديدنه وعادته في رمضان وغير رمضان فهو مكلف في كل الأوقات والملائكة ويكتبون عليه بكل الأعمال ولكن رمضان فرصته لهذا التكوين وهذه الدورة التكوينية المكثفة التي يتلقى فيها تربيته وتكوينه على الإيمان والتقوى نعم طيب إذن فضل الشيخ لو سمحتم لنا أن ننتقل الآن لنستقبل اتصالات يعني المستفتين في هذه الحلقة وجمهوركم الكريم طبعا الواسع هناك الكثير من الأسئلة نبدأ بإبراهيم أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة تفضل بطرحي سؤالك واستفتائك لفضلة الشيخ أبركاته وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بشيخنا في هذا الفضل الكريم المبارك بارك الله وبركاته السؤال الأول حفظك الله كان فيما ذكره الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد وتابعه بعض العلم استدل بحديث أن الدجال أعور وأن الله ليس بيعور فكان يرى رحمه الله أن هذا الحديث فيه دليل على أن الله عز وجل له عينان وقد قال بهذا بعض المعاصرون لكن محل الإشكال عندي أنه الحديث فيه نفي النقص وليس صريحا في صفة العينين وإنما هذا فهم فهمه إمام ابن خزيمة ومن تابعه على هذا يعني ما هو القولكم في هذا أو توديها في هذا الأمر والسؤال الثاني حتى نجيب هذا السؤال هو على ما قلت بالنسبة لهذا الحديث ليس فيه إثبات صفة العينين وإنما فيه إثبات أن الله ليس بيعوره ونفي النقص عنه مطلقا فكل نقص على الله محال ولذلك هذا مجرد وهم من أبي بكر رحمه الله طيب فضل أخي براهين جزاك الله خير هذه إيجابة السؤال الثاني نعم جزاك الله خير يا شيخ السؤال الثاني كان فيما ذكره الشيخ أو أنا علاقة ما فهمته في الحلقة الماضية عن التطبيع أو الدول بعض الدول التي أدخلت الآن أو في تطبيع شامل مع إسرائيل وهذا الكائن الصهيون المستعمر فعلى ما فهمت من كلام الشيخ أنه كان يرى أنه تلك الدول طبعا ليس الشعوب والأفراد يعني لكن الدول هذه الحكومات وهذه الاتفاقات تجعل هذه الدول أو الحكومات يعني خارجا عن الإسلام لأنها دخلت في الولاية التامة مع اليهود وبذلك قد خرجت من الإسلام فشيخنا هو من أحسن ناس سيرة في قضية فلسطينية ونصر إخواننا فكنا نريد يعني بيانا أكثر في هذا الباب ويعني ما هو تفصيله طيب إذا تحتاجون إلى توضيح هنا من فضيل الشيخ نعم نعم السؤال الأخير إن شاء الله في هذا الباب كان في ما يعني الآن موضوع التباعد بين المصلين والكمامات فقد مرت الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل بأوبيا وضواعين كثيرة لكن هذا الأمر يعني التباعد واللسان في الصلاة وغيره يعني ما كان مشهورا أو لم يكن العادة عند المسلمين على هذا الأمر حتى عند وجود الوباع فهل يكون يعني هذا القول أمر يعني أصفره المعاصرون أو اشتهد اشتهدوا فيه وما هو أصل الفقهي في هذا الباب واضح شكرا جزيلا لك لمشاركتك لنا في هذه الحلقة شكراك إبراهيم لهذه المداخلة معنا كذلك الأمر حمزة من الجزائر أهلا بك حمزة تفضل بطرح سؤالك ومداخلتك حمزة معنا عن بعض الأشخاص الذين يستعينون بهم الناس هنا عندنا في الجزائر لمعرفة مكان الماء تحت الأرض بحيث يستعملون يا شيخنا حديدة أو مفاتيح أو شيئا آخر فترى تلك الحديدة تحرك تحركا غريبا خارقا لطبيعة تحرك الأشياء في يده ثم يحدثك بعد ذلك عن مكان الماء محددا عمقه وعذوبته أو ملوحته فهل هذا ليس فيه ضرر يا شيخنا بعقيدة المسلم إن هو صدقهم يعني أن هذا من الأمور العادية التي يهبوها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده أو أن هذا يدخل في باب الشعوذة والسحر والدجل والعياذ بالله وإن صدقهم المرء حصل له الضرر في عقيدته وإيمانه في الأخير فقط نطلب من الشيخ دعاء لنا بالزوجة الصالحة إن شاء الله التي تقرر بها أعيننا في الدنيا وتعيننا على أمر ديننا إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا لك طبعا شيخنا واضح السؤال أليس كذلك؟ إن أعطار طبيب لو استاذنتكم وأكملت استقبل الأسئلة معنا الآن محمد من الإمارات السلام عليكم السلام رحمة الله حياكم الله حياكم أحيي شيخنا كريم يلا الله كريمكم عندي سؤالين سؤالين سؤال أول بالنسبة لصلاة التراويح نعرف أن صلاة التراويح بدأت لعمر المخطاب رضي الله عنه ولكن في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول به من أكمل الصلاة مع الإمام في معنى الحديث فله أجر خلام ذي كيف نوفق بينها هذين نعم شكرا السؤال الثاني بالنسبة لليلة القدر طيب هل فيها علامات تحصل لشخص يحس بها حيث أنه أدرك ليلة القدر أو أنه يرى الجزاء يوم القيامة وشكرا وتفيد جزاكم الله خيرا نسأل الله أن ندرك ليلة القدر طيب سنستقبل مزيد من التصالات لكن يعني لو انتقلنا إلى فضل شيخنا العلامة ددو هنا يعني الكثير هي الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول الذي أجبتم عليه والثاني متعلق بالتطبيع وتوضيح ربما للمشاهدين ما لغط عليهم بالنسبة الفعل نفسه يوصف بتصنيفه أما تطبيقه على الأشخاص والحكم على شخص معين أنه قد خرج من الملة نحو ذلك هذا يرجع إلى القضاء وليس من شأننا نحن نحن نبين أن هذا التطبيع وهذه الموالات لأعداء الله كفر وأن من وعلى أعداء الله سبحانه وتعالى المحتلين لمقدسات المسلمين والقاتلين لكبارهم وصغارهم ونسائهم وأطفالهم والمعادنة لهم فمن وعلىهم وظاهرهم على المسلمين فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة أما تطبيق ذلك على الأفراد فهذا شأن قضائي يتعلق بالأحكام القضائية وليس ذلك بأيدينا فإذن نحن عدنا بيان الحكم الأمر أنه كفر أو ليس كفرا وليس لنا تطبيق ذلك على الأفراد نعم طيب هنا السؤال الآخر متعلق في التباعد الاجتماعي وموضوع الكمامات وما تعرفوا اليوم في ظل هذا الوباء نعم بالنسبة للأخذ بالحذر أمر الله به بكتابه فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرك وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من مرائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولأخذوا حذرهم وأسلحتهم وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا وقال تعالى هم العدو فأحذرهم قاتلهم الله وأننا يؤفكون والأخذوا بالحذر احتياط ولا ينافي التوكل على الله ولا ينافي تمام الإيمان بالقدر خيره وشره ولذلك هو من الأخذ بالأسباب والأخذ بالأسباب من الواجبات ولهذا قاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن نتركها معصية فلا يحلو الإنسان يتوكل عليها ولكن لا يحلو وأن يتركها فإذا رأى جدارا سيسقط عليه لا بد أن يهرب عنه وإذا رأى سيارة مسرعة متجهة إليه يجب عليها الهرب عنها وإن ثبت مكانه حتى صدمته فمات فإنه قاتل للنفس وهكذا فلذلك هذا الوباء عفان الله وإياكم انتشر انتشارا كبيرا نسأل الله أن يشفي أخانا حذيفة المقدم هذا البرنامج وغيره من الذين أصيبوا بهذا الوباء جميعا وأن يشفي شيخنا وغيرهم من الذين ابتلوا بهذا الوباء وأن يصرفه عن أهل الأرض أجمعين هذا الوباء بانتشاره لا شك أنه شديد الانتشار وسريع الانتشار صحيح ولذلك لا بد من أخذ الاحتياط وأخذ الاحتياط منه عدم الاقتراب لأنه جرب أن انتقاله ويقع عن طريق التماس بين الأجسام فإذا لمست إنسانا أو لمسك أو مسك طرفه أو ذوبه فإن ذلك مقتضي لانتقال هذا الوباء بينكما وهو لا يرى بين المجردة فلذلك لزم الاحتياط وهذا الاحتياط يشمل كل الأمور فليس مختصا بالصلاة كثير من الناس يرى التباعد في الصلاة ولكن يرى التقارب في المطاعم وفي الأسواق وفي غير ذلك وهذا ممنوع كله فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو ممنوع ولا فرق في ذلك بين المساهد وغيرها بل لا بد أن يتباعد الناس في أسواقهم وفي مطاعمهم وفي غير ذلك حتى في ركوب الحافلات وفي ركوب القطارات وغير ذلك لا بد أن يحتاطوا واستمال هذه الوقاء الواقية على الأنف والفم أيضا هو من الاحتياط ويكره تغطية الفم في الصلاة لأنها تؤثر على القراءة ولكن ذلك مجرد كراها كما أنه يكره ترك الفرج في الصف ولكن ذلك للكراهة وليس تماث الصفوف من مواجبات الصلاة ولا من أركانها بل إنما هو مطلوب لألا تبقى للشيطان فرجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المنكب والساق بالساق حتى لا تبقى للشيطان فرجه وقال ما ليأرى الشياطين خلال صفوقكم كأنهم غرام عفر ولذلك هذا من دوب وليس واجبا فإذا ترتب عليه ضرر محقق أو مضنون فإن ندبه يسقط طيب شيخنا يعني إذا أردتم طبعا الإكمال في هذه النقطة ولكن لو انتقلنا هنا إلى الأخ الجزائر نعم لا لا دعني شوي هو سأل عن أصل ذلك من الناحية الفقهية أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد ولما جاء وهدو ثقيف وفيهم رجل مجذوم واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قبلنا منك فارجع قد قبلنا بيعتك فارجع فلم يأذنه في الدخول عليه فلذلك هذا هو الأصل هو أصل الاحتياط وهو معروف في الشرع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد نعم طيب ربما نأخذ سؤال الأخ من الجزائر ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير نعود بعد أو لنواصل الحديث معكم ومع أسداء المشاهدين فاصل ثم نواصل مشاهدين قاف غرس وقطاف أين كان نوع هاتفك وأين كان التطبيق الذي تستخدمه واتس أب سكايب تيليجرام أو غيرها من التطبيقات تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية قاف التفاعلية تواصل على مدار الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قاف قلب سليم وقول حسن وقول حسن بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv قاف التفاعلية بنقرة واحدة نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وAndroid وتابعنا أينما كنت قاف التفاعلية معك أينما كنت قاف غرس وقطاف من جديد حياكم الله مشاهدين ومتابعين الكرام نستقبل جميع اتصالاتكم في هذا البرنامج ليجيب عليها فضلة رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي الذي أجدد الترحيب به كما أجدد ترحيب بكم فضلت الشيخ هنا توقفنا عند سؤال أخينا من الجزائر الذي توارد وسمعته قبل قليل ما الإجابة في هذا الموضوع الذي سألنا بالنسبة لهذا الأمر وهو اكتشاف الماء تحت الأرض كان قديما في البشر وكانوا يعرفون أماكن وجود الماء في الصحراء بملكة يهبها الله لمن شاء من الناس وأما ما ذكر من حركة الحديد وغير ذلك فهذه أمور أخرى زائدة على ذلك فإذا كان الإنسان لديه ملكة فطرية أو خلقية يكتشف بها الماء تحت الأرض فلابس أن يعتمد عليه وذلك مثل الاعتماد على الدليل في السفر ومثل الاعتماد على من يعرف المعادنة وطبيعتها وأماكنها ولا حرج في ذلك أما ما يتعلق بحركة الحديد ونحو ذلك فمن الخوارق التي يتوقع أنها تحصل عن طريق الجن أو عن طريق السحر أو عن طريق علوم الشر فهذه لا بد من الابتداء عنها التعادي عنها وزجر صاحبها ونهيه عن استعمال ذلك ويقال له إذا كنت تعرف هذا بنفسك أو تشم رائحة الماء أو تراه فلابس سوى ما إذا كنت تستعمل سحرا أو جنا أو نحو ذلك فلا حاجة لنا بك نعم وبعض أهل العلمي رأوا أن هذا لا يدخل في نطاق السحري وإنما يدخل في نطاق ما ينفعه وقد استدلوا لذلك بقول الله تعالى فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وهذا الضابط لو طبق على السحري وقيل إن السحر هو ما يضر ولا ينفعه فإن ذلك يسهل على الناس كثيرا من مثل هذه الأمور قد أخذ بهذا القرطبي صاحب التفسير وإن كنت أنا لا أراه لأن هذا سيفتح بابا للشعوذة ولعلوم الشر الأخرى لأن علوم الشر كثيرة ليست مقتصرة على السحر فقد لا يكون هذا سحرا وقد لا يكون كهرا مخرجا من الملة لكنه يكون علما من علوم الشر الأخرى وعلوم الشر متعددة كثيرة ذكر أبن خلقنا بالمقدمة منها سبعة علوم من علوم الشر هنا كذلك الأمر السؤال عن صلاة التراويح من أخينا سأل محمد من الإمارات عن صلاة التراويح وعرجه نعم بالنسبة للتراويح التي شرع عمر رضي الله عنه واتفق معه الصحابة الكرام عليها إنما هي العدد والهيئة ولكن ليس قيام الليل فقيام الليل أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني ما أنزل عليه فقد أنزل الله عليه يا أيها المزم لقم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وشرع الله في ذلك الجماعة لأنه قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار على ما لن تفصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة ثلث الليل وقام بهم الليلة الأخرى ثلثيه وقام بهم الليلة الثالثة قال أبو ذرن حتى خشينا أن يبوتنا الفلاح قيل وما الفلاح أبا ذرن قال السحور وفي حديث أبي ذرن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والمقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم تلك الليالي وقد يكون ذلك في جماعة قليلة كما يحصل فيما بعد فإن عمر عندما أراد أن يجمع الناس على إمام ماحد وجدهم أوزاعا متفرقين في المسجد فالرجل يصلي به الرجل يصلي بالرجل الرجلان ويصلي بالرجل الثلاثة ويصلي بالرجل الصف فقال لو جمعت هؤلاء على إمام ماحد لكان أزكى فوافقه الصحابة على ذلك فإذا كان قيام رمضان موجودا في المساجد وكان بأعداد مختلفة وبأئمة متعددين والنبي صلى الله عليه وسلم حتى له لم يصن ذلك موجودا فإنه يخبر عن الغيبيات وإذا أخبر بأمر مثل هذا وحمل على الغيبيات ما لم يحصل بعده فلا ضرر في ذلك فإنه أطلعه الله على كثير من الغيبيات كقوله تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير له لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير له لو كانوا يعلمون وتفتح العراق وفيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير له لو كانوا يعلمون الأحاديث التي فيها تحدث عن أمواني ستحصل كثيرتهم جدا نعم صحيح هنا كذلك الأمر لو انتقلنا لاستقبال المزيد من الاستفتاءات وبدأنا لو سمحتم لنا فضل الشيخ باستقبال الاتصال من أبو عبد الله من ألمانيا أهلا ومرحبا بك معنا أبو عبد الله تفضل بطرح استفتائك وسؤالك ومداخلتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته تقبال الله مننا ومنكم الطاعة والصيام اللهم آمين أجزاكم الله خير ومبارك الله في شيخنا الأعلامة السؤال الأول بارك الله فيكم يتعلق بموضوع الحلقة نعم وهو عن أولاسا يعني تصموا بطونهم ولا تصموا أحياتهم حيث يعني لا نتورعون على طريق علامة الأموة وأعلامها وأنبئة العلماء المعاصرين فلما انتهوا من المعاصرين يعني أو صفحة وانتقلوا إلى المال الأقلمين يعني مثل الشيخ أو العالم حسن الأشعري أو شيخ الإسلام والتامية وصولا إلى ابن عثيمين وابن باز وغير من الأعلام يعني المجددين حقيقة في تاريخ الأمة فدائما يعني يعني يصادون لهم الأخطاء ويتصيدون لهم الزلات والزلقات وهذا يعني عرض لكل شخص فبارك الله في الشيخ يعني لو يسمح يعني لو يسمح أولا بالرد عن هؤلاء وثانيا هل يجوز الأخذ عنهم في العلم من ناحية العلم ثانيا السؤال بارك الله فيكم لو يتفضل الشيخنا العلم بانتخاب ألفية في كل فنن من الفنون الشرعية والعربية والسؤال الثالث هنا في ألمانيا بعض الإخوة والأخوات يتاجرون في بيع القطط فهل هذا يعني جائز شرعا خاصة أن الحنابلة قد يعني عرضوا في هذا وقالوا بتحريم بيع وشراء القطط بارك الله فيكم نعم وجزاكم الله خير جزاكم الله خيرا شكرا لكم لمشاركتكم كذلك الأمر معنا وردة من موريتاني أهلا بك في هذه الحلقة وتفضلي بطرح استفتائك وسؤالك السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيرا على هذه الفرصة اياكم الله وبارك الله أيضا في شيخنا وجزاكم الله خيرا أريد فقط أن أسألوا شيخ الدعاء في هذا الشهر المبارك ألا يستانى من الدعاء وحسن الخاتم وإن يرزقنا الله به عمرتنا وحاجة مقبولة نعم آمين ويجعل بلادنا آمنة وسائر بلاد المسلمين وشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم جزاكم الله خيرا شيخنا نعم تفضلي الله إني يحبك بالله كثيرا يا شيخ أنا العزيز شكرا لكم شكرا لكم بإذن الله بإذن الله شيخ يدعو لكم إن شاء الله ولكن شكرا جزيلا لك هنا فضلت شيخ لو يعني نبدأ بالإجابة على التساؤلات الثلاثة التي وردتنا بالأخ المتصل واستمعتم إليها ماذا تقولون فيها هناك أسئلة وهناك كذلك الأمر انتخاب لمجموعة من العلوم تفضلوا لم يكن الصوت واضحا تماما لكن فهمت من هذا الكلام أن بعض الناس يتكلمون في بعض العلماء ويطعنون فيهم في هذا الشهر الكريم وهم صائمون وهذا مما يرفع الله به درجات العلماء فإن العلماء لم يدعوا لأصمة وليسوا معصومين وليس أحد من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما وكلهم خطاؤون وخير الخطائين التوابون ولذلك لهم ملائكة يحصون عليهم أغلاطهم وسيوضع لهم الميزان والقسط بين يدي الله سبحانه وتعالى وتوزن حسناتهم وسيئاتهم فمن رجحت كفة حسناته لا يضره ما كان من السيئات وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الحسنات يذهب للسيئات قال إن الحسنات يذهب للسيئات وقد قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء يا أقدار وهم بحار وإذا بلغ الماء قلتين لمنحمل الخبث وكذلك فإن كثيرا من الكلام في العلماء في هذا الزمان ليس معتمدا على يقين وإنما هو مجرد خبط وخلط وخبط عشواء وسوء فهم فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ومع ذلك فإن الكلام في العلماء ليس جديدا فقد تكلم فيهم وتكلم من قبله بالأنبياء وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك والعلماء ورهت الأنبياء ولا بد أن يرثوا الجانبين فإذا ورثوا جانب توقير الأنبياء وتعزيرهم واحترامهم فإنهم سيرثون أيضا الجانب الآخر وهو قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فلا بد أن يكون لكل عالم أيضا عدو من المجرمين بمراثه من النبوة ولا بد أن يبحثوا عن أخطائهم وسيجدونها على محالة فما من أحد غير معصوم إلا له بعض الأخطاء وبعض الزلات وهذه الأخطاء التي يبحثون عنها كثير منها تكون قد غفرت وبعضها يكون أصلا عن اجتهاد لا يكتب عليهم فيه خطأ وإن كان هو خطأ لكن لا يكتب عليهم فيه سيئة لأنه كان عن اجتهاد خاطئ وبعضها أيضا عن غلط القائل وحمله الأمر وبعضها عن مجرد لوازم ناتلزم وكلام يفهمه وهو من كلام آخر قاله أحد العلماء الأعلام فيفهم منه المتصيد كلاما خطأا وينسبه للعالم ولم يقوله وإنما هو لازم قول ولازم القول لا يعد قولا فلذلك ما ذكر الأخو أن هؤلاء هل يأخذوا منهم أولا الجواب أن من اشتغل بذلك وعرف به واشتهر بأن يجري ذلك على لسانه دائما وكثر ذلك منه فإنه يجتنب لأنه صاحب هوى وصاحب بدعة وكان السلف الصالح وينهى عن مجالستهم والاستماع إليهم طيب هنا لو انتقلنا شيخنا لنستقبل مزيد من الانتصالات نذكر السادة المشاهدين بأن الوقت باقي معنا تقريبا عشر دقائق لنستقبل ما تبقى من الانتصالات هنا معنا ماهر من تركيا أهلا بك معنا في هذه الحلقة تفضل بطرحي استفتائك ومشاركتك أحسادك وثانيا عندنا بعض الشباب قد تاب إلى الله من جديد الحمد لله وانا باعد ذهل أجعل الليل كله للقراءة والصلاة والترابيح أجعل لهم وقتا والساعتا أجل سماعكم وأعظكم وثالثا هل الشيخ يدرس في أي مكان يمكن أن نصل إليه وندعلم من مدائما شكرا جزيلا لك ماهر كنت معنا من تركيا أشكرك جزيلا شكر كذلك الأمر معنا أمسار من الجزائر أهلا بك معنا في هذه الحلقة تفضلي أمسار أهلا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك الله لكم في هذه القناة وحفظ الله لنا شيخنا الجليل مباركة فيكم هل تسمحون ببعض الأسئلة على عجالة يعني تفضلوا أولا أدعو أوضط من الشيخ الفضيل أي يدعو لنا أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى وأن يفرج عني ضيقا يا رب يفرج شكرا وليسؤال يعني نوعا ما يحتاج إلى شيء تحديد شيخنا أنا أعمل كأستاذة في اللغة والأدب العربي وبحكم مناقشتي مع طلبتي دروس خاصة عندنا نتناول برامج يعني تتعالى علاقة بمراحل الأدب العربي فنتطرق إلى مرحلة صدر الإسلام ألحظوا من الطلبة أنه ربما مشكلة أنه من واقع تواصل اجتماعي يعني يخوضون في شبهات فيطرحون عليه الكثير من الأسئلة عن معركة صفحين أو يعني عن شبهات الكثير عن الإسلام وحتى وصل بهم الأمر إلى الحديث عن إمام بخاري رحمة الله عليه وغيري منه وأنا أجيب قدر ما استطعت بحسب علمي وحتى أنني أصبحت وأبحث بكثرة في أسالي بعلم الكلام والردع للشبهات هل لي الحق في أين يجوز لي ذلك أم أنه ينبغي أن أحيي لهم على مصادر أو مراجع يعني إلى خد الساعة الحمد لله الأمر تيسر وطلحت لهم الكثير من الرؤية ربما ذلك بسبب خوضهم في هذه المواقع وسؤال الثاني شيخنا ربما سؤال آخر يتصدي الإمساك والصوم يعني بين الفجر والصف في متى نمسك تحديدا يعني هناك التباس بعضهم يقولون حتى يقول المؤدن الصلاة حير من النوم والبعض يقولون ربما غير ذلك فالتبس علينا الأمر سقط شكرا لكم شكرا جزيلا لك نسأل الله أن يبارك فيكم شكرا جزيلا أم سارة كنت معنا من الجزائر نأخذ للتقصال الأخير في هذه الحلقة على ما يبدو الوقت بدأ يدهمنا فضل الشيخ يجب أن نستمع منه إلى إجابات في هذا الموضوع أحمد من السعودية أهلا بك ومرحبا تفضل بطرحي مشاركتك السلام عليكم الشيخ لا يقف على شريف علمك أنه يعني الراوي عنه اللي روى أغلب الأحاديث عن وصف القعقاع وهذا يعني أغلب أئمة الأحاديث قالوا أنه وضاع أو مترك الحديث أو 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 فنبقى نعرف هل هو شخصية حقيقية أو هو شخصية وهمية لا وجود له القعقاع ابن عمر التميمي ثاني شيء أطلب من الشيخ الدعاء أي نعم وثاني شيء أطلب من الشيخ الدعاء أن يدعو الله لنا بالشفاء العاجب اللهم أمين يعني نسأل الله أن يشافيكم ويعافيكم كذلك الأمر معنا اتصال من موريتانيا إذا لن يكون الاتصال الأخير تفضل يعني بمشاركتك وطرحي استفتائك السلام عليكم ورحمة الله من الأخير لي معنا من موريتانيا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله ياكم الله يا الله شيخ السؤالي ما حكم أفضلية صلاة التراويح الأفضلية من مسجد ما حكم أفضلية صلاة التراويح الأفضلية من مسجد أفضلية صلاة التراويح في المسجد أم في البيت السؤال الثاني هل يصل إداء ذواب قرآن للموتى هل إداء ذواب قرآن للموتى السؤال الثاني الصوت يتقطع أخي الحبيب سمعنا هل يصل نعم طيب الشيخ سمعكم ولكن أنا ما وصلتني هل هناك أي سؤال أو استفسار آخر سأل هل يصل ذواب قراءة القرآن للموتى أم لا جميل أنا ما كنت معكم جزاكم الله خيرا نسأل الله أن ينفع بكم وشكر الله لكم لمداخلتكم معنا فضلك الشيخ هناك العديد من الأسئلة يبدو أننا سنلحق بعضها أو لن نلحق بعضها يرحل إلى الحلقة القادمة ولكن هنا كذلك الأمر يعني العديد من المشاركين والمشاركات طلبوا من فضلتكم الدعاء كذلك الأمر أم سارة وما سبقها الأخت وردة كذلك الأمر من موريتانيا طلبت الدعاء وهناك الكثير من الأسئلة في هذا السياق منه ما سمعتموه ومنه ما قطع الاتصال بيننا وبينكم عودني حذيفة على أن يكتب هو الأسئلة فيعرضها واحدا 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 طيب هي موجودة الأسئلان نعرضها ولكن نعرضها بسرعة بسرعة نعم طيب هنا كذلك الأمر يعني عندنا القعقاع بن عمر هل هو شخصية حقيقية نعم شخصية حقيقية وصحابي وأدرك الصحبة هو وأخوها عاصم رضي الله عنه هنا سؤال كذلك الأمر فيما يتعلق بالشبهات وما يتعلق بخاصة التي تطرح في صدر الإسلام ما يتعلق بالبخاري وما شابه رضي الله عنه البخاري ليس بيتعلق به شبهات في صدر الإسلام وإنما يتكلم الآن فيه بعض الغوغاء الذين لا يعرفونه ولا يعرفون قدره ولم يدرسوا كتابه ولم يدرسوا شيئا أما أهل العلم جميعا فهم متفقون على أن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله وأنه هو من علمة الدين ومن الذين أمر الله باتباع سبيلهم في قوله واتبع سبيل من أناب إلي والذين يتكلمون فيه لا يصلون إلى شعارة واحدة من شعره فكيف يمكن أن يلحقوا به وقد قال الحكيم أقل عليهم لا بالي أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي يسدوا الإمساك والصوم هنا كذلك أتفضل معذرة الإمساك يكون عند طلوع الفجر الصادق فإذا كان الإنسان عارفا بذلك يتبجن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وليس لديه كهرباء ولا شيء يشوش عليه فبها ونعمة يعرف ذلك وإن لم يكن فليقلد المؤذن فإذا سمع تكبيرة المؤذن الأولى كفة عن المختراه ويجب عليه ذلك لأنه مقلد ولا يرى طلوع الفجر فيجب عليه أن يقلد المؤذن أو الحساب أيضا إذا كان في المدن ولم يكن بإمكانه أن يرى طلوع الفجر التهجد معناه الامتناع من النوم هو الهجود في وقته بالصلاة فلذلك كل قيام الليل هو تهجد والتراويح معناه الصلاة التي يرتاح الإنسان بعد أربع ركعات فيصلي ركعتين يسلمهم ويصلي ركعتين يسلمهم ويرتاحوا قليلا وهكذا هذه التراويح فإذا التراويح أصلا كلها من التهجد ولا تحتاج إلى نية ولا فرق بينها وبين التهجد فالتهجد معناه الامتناع عن الهجود الذي هو النوم ومعناه الصلاة في وقت النوم ولذلك قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجة إن يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون وفي الشهر عبد الله من رواحة الذي أخرجه البخالي في الصحيح أنه قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا اشق مصدوع من الصبح والساطع أرانا الهدى بعد العما فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت في جنبه عن سريره إذا استثقلت بالمشركين المضاجع فهذا هو قيام الليلة مطلقا يسمى تهجد وبالنسبة لتعليم الناس وإرشادهم هو أولى من الانفراد للعبادة لأن العبادة المتعدية التي يتعدى نفعها أفضل وإما قصرة طيب بفضل الشيخ سؤال أخير نختم به وهو الحديث عن حكم أو أفضلية صلاة الترويح في المسجد أم في البيت بإجابة على عجالة بالنسبة للليل طويل فعلى الإنسان أن يصلي مثلا صلاة العشاء في جماعة فيكتب له نصف قيام الليل ثم يصلي مع الإمام الذي يصلي الترويح في المسجد إذا كان المسجد يصلي معه فكتب له صلاة قيام ليل كامل ولو تعدد الأئمة فصلى مع كل إمام حتى ينصلي فكتب له مع كل إمام قيام ليلة ثم يرجع إلى بيته فلا يخليه من قيام أن يصلي شيئا في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى أن نتخذ بيوتنا قبورا ولا بد أن يجعل فيها الإنسان شيئا من صلاته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل المساهد في البيوت وأن تطيب وذلك مقتضي لأن يكون للإنسان شيء من الصلاة في بيته محارم اللسان هنا وحفظ الجوارح في رمضان كان ما بدأنا به مع فضيلتكم لو نبدأ برسالة خاتمة أو ننتهي برسالة خاتمة من فضيلتكم في هذا الموضوع نعم بالنسبة لللسان بدأنا فقط بما حرم عليه من الشرك والكفر ونحو ذلك ثم بعد ذلك ما حرم عليه من كبائر الإثم كالغيبة والنميمة ونحو ذلك ثم بعد ذلك ما حرم من الفواحش التي دون هذا كالكذب والبهتان ونحو ذلك ومثل هذا القول على الله بغير علم وكأعظم الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا فهذه درجات كثيرة مما حرم على اللسان قوله وهي كلها من محارم اللسان وقد جمع علامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليه نظمه المعروف الصوان ذكر فيه محارم اللسان والسمع والبصر وكذلك ألف العلامة الشيخ بكر أبو سيد رحمة الله عليه كتاب المناهي اللفظية وجعله بمذابة قاموس يجمع المناهي التي جاء النهي عنها بالألفاظ وتذكرت هنا أن أحد الإخوة سأل عن حكم بيع القط وأن بعض الناس يتخذه تجارة وقد جاء في الحديث أنه عن بعيس النوري وهو القط فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو من الويوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانية ستون بيع فلذلك الأصلا لا يتجر الإنسان في هذا وأن يتركه أما رسالتي ونصيحتي للجميع فهذا الشهر الكريم فرصة غالية وهو تذكير بالعمر الذي هو رأس المال فلا بد أن يستغل له الإنسان فيما يقربه من الله وأن يبادل للطاعات قبل فوات الأوان وأن يتذكر أن كثيرا من الذين كانوا يتمنون البلوغة إلى رمضان من العام الماضي لم يصلوا إليه وماتوا قبله وكثير من الذين أدركوه الآن لن يأتي رمضان القابل إلا وهم بين الجنادر والتراب قد قدموا إلى ما قدموا وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فرصتنا أن نستغل لما بقي من هذا الشهر وقد بقي لنا إن عشنا أكثر وقليلا من نصفه أو نصفه تقريبا فلا بد من المبادرة لإستغلال هذا النصف وهو أفضله أن نستغل له فيما يقربنا من ربنا وأن نحفظ جوارحنا وأن نصوم صياما حقيقيا وقد قال أحد العلماء إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي منطقي غض وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحسبي إذا من صومي يرجوع والضمى وإن قلت إني صمت يوما فما صمت ويقول لآخر لا تجعل الرمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه وعلم بأنك لن تقوم بحقه حتى تكون تصومه وتصونه فلا بد أن نصونه وأن نتعود بذلك على صيانة جوارحنا في غير رمضان وأن نكفها جميعا عما حرم الله علينا وعما نهانا عنه وأيضا عن خلاف الأولى والشبهات فعلينا أن نشتغل بما يعنينا ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا وأن يوفقنا أجمعين لاستغلال ما بقيه من هذا الشهر وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر وأن يعيد علينا رمضان سنين كثيرة ويوفقنا للطاعات ويرزقنا القبول وأن يختم لنا رمضان برضوانه والإتقيم النيران أسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المشاهدين والمشاهدات وأن يقضي حوائجهم أجمعين وأن يفرج همومهم وينفس كروبهم ويحسن خواتمهم ويحسن كفالاتهم ويضطر أعينهم ويكثر أموالهم وأولادهم ويصلح حالهم ومآلهم ويخم أسلافهم ويشفي مرضاهم أجمعين جزاكم الله خيرا ونفع بكم سورة بلقاء معكم اليوم فضلت الشيخ العلامة محمد الحسن الددو الشنقيطي رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا أشكركم جزيل أشكر لوجودكم معنا في هذه الحلقة من الفتاوى وأنتم مشاهدين الكرام أشكركم على حسن متابعتكم ألقاكم في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة